أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتقديم الدعم الفوري والإغاثي والإنساني لدولة فلسطين الشقيقة مرحلة ثالثة تدخل أرض الفيروس شاحنات محملة بمواد غذائية ومشروبات دافئة وغيرها من مستلزمات الحياة تحركت ضمن القافلة السادسة للتحالف الوطني للدعم الأهلي والتنموي الذي يعد المساهم الأول في المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة المرحلة الثالثة تتضمن 74 قاطرة تحمل أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية وما يقرب من عشرة أطنان من المشروبات فضلاً عن أطنان من المياه المعدنية والملابس والبطاطين وقد وصل جزء كبير منها إلى معبر رفح المصري الذي يفتح أبوابه 24 ساعة في اليوم الواحد منذ بداية الحرب على الأشقاء الفلسطينيين هذا ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المساهمة الأكبر في المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في غزة والذي تحرك فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لقطاع غزة كاريم بيبرس التلفزيون المصري